ثلاث سنوات وموظف القطاع العام في محافظة الحديدة بلا رواتب لا من سلطات الشرعية ولا من سلطات الانقلاب في بداية العام 2017 وجه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حينها أحمد عبيد بن دغر بصرف رواتب جميع موظف الحديدة واعتبارها محافظة محررة لكن هذه التوجيهات لم ترى النور منذ ذلك الوقت واقتصر الصرف على موظفي قطاع التعليم في سبع مدريات فقط من أصل 22 مدرية في المحافظة تقول المصادر إن المحافظة حسن طاهر وفريقه المتواجد في عدن يبذلون جهودا كبيرة في متابعة وزارة المالية لصرف رواتب محافظتهم لكن هذه الجهود غالبا ما تواجه بالتعنط من قبل مسؤولي وزارة المالية رحل بن دغر وجاء معين عبد الملك الذي أعلن بدوره تركيز خطته على الجانب الاقتصادي وصرف رواتب الموظفين لكن ومنذ تعيينه في اكتوبر 2018 لم يحدث من ذلك شيء حرمان أبناء الحديدة من رواتبهم وهي المحافظة التي تعاني من وضع إنساني بالغ صعوبة ضاعف من مأساة أبنائها وحول المدينة إلى منطقة منكوبة فالمواطنون في المديريات الواقعة تحت سيطرات شرعية أو تلك التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثين محرومون من أبسط مقاومات الحياة حيث لا ماء ولا كهرباء الأمر الذي يزيده سوءا دخول فصل الصيف في هذه المحافظة الساحلية الحارة رغم جهوده المبذولة إلا أن المحافظة حسن طاهر يتحمل المسؤولية أمام أبناء الحديدة في نهاية المطار لا يعني ذلك بحال من الأحوال إعفاء ميليشيا الحوث الإنقلابية من المسؤولية فهي من يسيطر على مدينة الحديدة وأغلب مديرياتها وقصص معاناة المواطنين هناك ونهب المساعدات الدولية لا تتوقف وهو حال يستدعي ظهور الفارق الحقيقي بين السلطة الإنقلابية والسلطة الشرعية فهل سنرى ذلك قريبا؟